دائماً المدرس يشتكي من ابني بالمدرسة وعمره تسع سنوات ولكن ابني معي مؤدب هناك نقطة مهمة حقيقة أنا لا أعرف طبعاً هذه ولدها بأي مدرسة ولا أعرف بأي بلد لكن لا تعتقدون دائماً كلام المدرسين صحيح دائماً الأباء والأمهات أي شكوى تأتي من المدرسة دائماً يتلقونها أنها صحيحة لا مو بالضرورة مو بالضرورة أصلاً أحياناً المدرس يقول كلام وابني يقول كلام طيب أنا من أصدق أصدق المدرس؟ ليش؟ ليش أنتوا تصدقون المدرسين؟ ليش؟ ليش أجذب ولدي وأصدق المدرس؟ لأن المدرس أكبر يعني من قال هل الصدق معياره الكبر؟ لا مو شرط؟ أنا يمكن ولدي الصادق؟ والمدرس هو اللي كلامه مو صحيح؟ هذا وارد ووارد أن المدرس كلامه صحيح وولدي ما هو صحيح؟ يعني الاحتمالين واردين بس ليش أنا أتعامل دائماً مع المدرس إن كلامه صح؟ هذه مسألة مسألة ثانية إذا كان ولدي أنا في مدرسة خاصة واليوم تعرفون من تشرين عندنا في بلداننا يعني في الكويت وغير الكويت المدارس الأجنبية طيب المدارس الأجنبية أنا تعرض عليه مشاكل كثيرة منهم المدرسين الأجانب هذول الأوروبيين أو الأميركان من وين يعيبينهم؟ يعيبينهم من بلد غير بلدنا وبيئة غير بيئتنا وثقافة غير ثقافتنا وأحياناً يكونوا متربينهم وفي بلدانهم وفي بيئاتهم على أنه إحنا شعوب متخلفة وإحنا شعوب دول العالم الثالث فيون بعنجهية بتكبر بغطرسة كأن رئيس دولة ما كأنه مدرس وكأنه داخل حرب أو معركة ويشوفون عيالنا هذول ما يستاهلون ما هم كفوا هذول جهلة هذول متخلفين هذول بس قاعدين يصرفون فلوس ويضيعون عمرهم وأهم شي عندهم السعادة والترفيه والوناسة ولا مالوت علم ولا مالوت بحث ولا مالوت شيء فهو كثير من المعلمين الأجانب عندهم هذه الخلفية فلما يتعامل مع الولد أو البنت يتعامل بنفسية فيها نوع من الغرور وفيها نوع من التكبر خاصة إذا ياي وهو من بلد تعتبر دول عظمى يعني على مستوى العالم فتخيل معلم إيك شايفك أنت من دول العالم الثالث أو دولة متخلفة وهو ياي من دولة عظمى جيش هيعتبر أول جيش في العالم ولا ثاني جيش وعندهم سلاح العلم والمعرفة هذا شو يتعامل مع عيالنا بأي نفسية وبأي نظرة ترى هذا كلام خطير اللي قاعد أتكلمه أنا ولذلك أنا شقعد ألاحظ أنا عندي ترى أنا يومياً عندي استشارات انتبهوا وأنا ما أتكلم من فراغ أنا شقعد ألاحظ أنا قاعد ألاحظ أن المدرس الأجنبي مع الأب والأم صايرين ضد الطفل فعيالنا قاعدين يتحطمون من طرفين العيال قاعدين يحسون أن هذا المدرس الأجنبي اللي ما هو من بلده ولا من ثقافته ولا من عقيدته ولا حتى من لغته مع أمه وأبوه صايرين مجموعة ضده طيب شو ما يتمرد هذا والله يصير أكبر متمرد في العالم صح ولا مصح مرة ثانية أنا ما أتكلم من فراغ وكلامي هذا ليس للتعميم يعني طبعاً هل مرة شفت أنا مدرسين أجانب متميزين الجواب نعم هل شفت أنا مدرسين أجانب تربويين الجواب نعم بس مول كل ولذلك أنا أتمنى من الآباء والأمهات أنهم يوقفون موقف منصف وموقف في نوع من العدالة مو دائماً أنت تصير ضد ولدك علشان يعني أنا عجبتني واحدة من الأمهات ذاك اليوم شو تقول لي تقول لي اتصل فيني المعلم المدرس مدرسة أجنبية وقال لها ترى ولدك مشاغب تقول رحت المدرسة فييه المدرس يكلمني يقول تقول هي هذه دارسة في الخارج فتعرف لهم فتقول أنا عرف شو أتعامل مع الأجانب فقلت حق المعلم لو سمحت لا تكلمني بروحك أنا بتكلم معك مع مدير المدرسة تقول فراحت عند مدير المدرسة وطلبت الاجتماع نادى المعلم فصارت إهية ومدير المدرسة والمعلم شانا تقول حق المدرس تفضل تكلم شانا يقول ولدك كذا 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 شانا تناقشة وتقول أنت شو عرفت إنه كذا 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 بس أنا وابني يقول لي كذا 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 شانا يقول المعلم ابنك كذب تقول شانا يقول لها أنا ابني في البيت ما يكذب ولا أنا أكذب كأم ولا أبوي كذب من وين تعلم الكذب؟ تقول فسكت تقول شانا أقول لو أنت بهالسهولة تقول عن ولدي كذا ومدير المدرسة جالس فرجاء مرة ثانية لا تعامل ابني بهذه الطريقة أنا مربي ابني في البيت أحسن تربية لا تفسد أنت تربيتي أنت تبي تعطيه معلومة عطا معلومة لكن لا تفسد تربيتي تقول لي هذه الأم ليش أنا كلمت بهالطريقة وأمام المدير لأنه أكو بعض المدرسين لما تتكلم معاهم براس براس وبروحك يرفعون صوتهم عليك ويقلون أدبهم لأنه شايفين نفسهم أن أهم المتعلمين أهم الفاهمين وإحنا من دول عالم الثالث ولذلك دائما أنا أتقول في المدارس الأجنبية ما أتكلم مع المعلم أروح سيدة على طول المدير وأطلب المدرس أو أروح عند الأخصائي وأطلب المدرس دائما نسوي اجتماع فالشاهد من هذا كله يعني إحنا نحتاج نوع من الحكمة في التعامل مع المعلمين ولا يصير دائما المدرس وهو كلامه صح فهذه نقطة حقيقة لازم ننتبه لها يعني بس استطرادا وإذا وأنا وأنا ناوي أتكلم يعني في لقاء مباشر معاكم عن المدارس الخاصة بشكل عام والتعليم اللي فيها وكيف إحنا نقدر نحمي أولادنا من المسخ العقيدة اللي قاعد يصير عندهم وأنا عندي قصص كثيرة ترى أولاد أربعة عشر وخمسة عشر وصاروا ملاحدة من داخل المدارس الخاصة الأجنبية طبعا أنا قاعد أتكلم عن المدارس الأجنبية وبالتالي في بعضهم انتشر بينهم يعني انحرافات فكرية كثيرة وناوي أنا أخصص لها لقاء خاص بإذن الله نفصل فيها معاكم بس حتى لا يضيع موضوعنا اليوم عن ابني لا يطيعني